يوم تحسيسي للوقاية من فيروس فقد المناعة المكتسبة أو ما يعرف بالسداء هو موضوع ملتقى نظامه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تظاهر على غير المألوف فقد سجلت حضور وزير الشؤون الدينية في حين غاب عنها وزير الصحة العمومية ونعرف أن الصحة والدين ليس ضد الصحة والصحة ليس ضد الدين فهما شريكان يتعاملان من أجل درأ المصاعب وتعرف أن فيروس السيداء لابد من تكريس كل الجهود من أجل مقاومة هذا المرض الصحب وقد خصص هذا اللقاء بالأساس للتذكير بالدور التحسيسي الذي يمكن أن يلعبه رجال الدين للوقاية من مرضى السيداء الدور الأساسي هي الأيمة في توعية الناس وإرشادهم لأن الإمام يقول الرسول عليه الصلاة أيماءكم شفعاءكم فاختاروا أيماءكم لأن الإمام معناها هو القدوة كما سجلت هذه التظاهرة حضور الدكتور خالد خير الدين الذي تولى تقديم مشروع الصندوق العالمي لمكافحة السيداء والسل والملاريا الذي كما هو معلوم تم إرسائه في تونس منذ سنة 85 وتسعمائة وألف ليتم إدماجه فيما بعد ضمن برامج الصحة الأساسية يعتبر التفقيف والتوعية ركن أساسي من البرنامج كما تولت فوزي أبجاوي رئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تسليط الضوء على الدور الهام الذي يطلع به الديوان ضمن هذا البرنامج رغم أن عدد حالات مرضى السيداء في تونس لم يتعدى السبعين حالة سنويا خلال العشرية الأخيرة إلا أن حامل الفيروس يعانون من النبذ والإقصى إشكالية لأنه يعنيها المتعايش أكثر من أنه يكون عنده الفيروس المشاكل النفسية والمشاكل الاجتماعية هي أكثر منها المشاكل المرضية حتى وإن قطعت كل السبول بهؤلاء في إيجاد رؤية أخرى من المجتمع حولهم يبقى هاجسهم الأوحد هو تعويلهم على رحمة من السماء وعلينا أن نفتح دائما أبواب الأمل أمام هؤلاء المرضى وأمام هؤلاء المصابين لأن الله في ذاته يحب هؤلاء بدليل الآية أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في وقت يسعى فيه الأطباء لتضميد آلامهم العضوية تبقى مسؤولية راحة النفسية ملقاة على عاتق الوعاظ ورجال الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر